اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية الان اضفنا الملفات ونضبناها وحطينا كل اشي في مكانه ايجا وقت الان نبدأ نسوي شخصية اللعبة تبعيتنا خلينا نبدأ ونبدأ بانشاء ملف جديد للبلوبرينتز تبعنا بعد ما نسوي ملف البلوبرينت يا بتضغط رايت تيكلك بتسوي نيو فولدر هون او بتضغط هون تعمل فيه كان هون نادل نيو فولدر راحت شكانت الانوية الانجين فور طيب انا مش شايف اهلا اهي هون صار ننزلوه تحت كانت هي فوق ننزلوه تحت نيو فولدر بتقدر تحط هون تسميه كمان كاركتر تمام بنفوت عمل في الكاركتر الان بدنا نضيف بلوبرينت لأول مرة من لما بدنا هذا المشروع بنضيف البلوبرينتز تبعنا البلوبرينت هو عبارة عن مخططات كيف لما بتبني بيت بكون فيه مخططات لبناء البيت فهي البلوبرينت هي المخططات تبعين بناء اللعبة انت بترسم المخططات والكمبيوتر بحولها للغة يفهمها هو اللغة الكمبيوتر اللي هي لما تضغط على كومبايل بصير الترجم من اللغة البلوبرينت الى لغة يفهمها الكمبيوتر دعنا نضغط على بلوبرينت الآن عنا هون هاي انواع من الكلاسز كل واحدة من هدول مرتبطة بلغة سي بلس 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 اصلا جاي مع برنامج انريال انجين لو ضغطنا كنترل وقال تبعطيك تفاصيل اكتر دعنا نختار احنا كاركتر تمام الآن عنا صارت الشخصية اللي هي الكاركتر خلينا نعملها رينام نسميها fps first person shooter underscore character تمام صار عنا الآن شخصيتنا في اللعبة خلينا نضغط عليها double click نقرتين بالماوس فتحناها الآن عنا شايفين الكابسولة هاي لا تخاف الأشياء اللي قدامنا كلاتها هاي في كتير منها ما رح نستخدمه في كتير رح نستخدمه هنشرح كل اشي قدامنا الموضوع ما هو معقد نهائيا الآن دي اشرح لك الشغلة الكابسولة اللي انت شايفها هاي هي هي الشخصية اللي بتمشي في العالم الشكل الصورة الشخصية جوا الكابسولة هي عبارة عن رسمة بتتحرك يمين وشمال اما الاصل اللي هي الكابسولة هاي الكابسولة اللي اذا انضربت بتأثر الشخصية تبعيتك وبالنسبة للسهم هذا السهم هو عبارة عن اتجاه النظر للشخصية طيب خلينا نشوف هنا في هنا الديتيلز اللي هي التفاصيل التفاصيل هاي في كتير منها في كتير اشياء جواتها رح نتعلم كتير منها خلينا نشوف مثلا الكابسول ونشوف مثلا التفاصيل مثلا هاي شوف لين يردان مك خلينا نكبر هاي شوي على البرنامج اوه حط رقم مليون طيب هاي بالنسبة للدور للخواص الفيزيائية لا خلينا نقرأ هاي لا بالناش هاي خلينا نشوف شغلة تانية نشوف مثلا الارتفاع الاشكال خواص الفيزيائية رح نتعلمها بعدين خلينا نشوف الارتفاع مثلا الكابسولة لاحظة الان انت انا بتحكم قاعد بارتفاع الكابسولة وحجمها ممكن شخصية تعيتك طويلة قصيرة فاذا بدك انت تغير بحجم الشخصية تعيتك بتغيب بارتفاعها فهون لانا شوي تخصاص الشكل التفاصيل تبعها خواص الفيزيائية الجاذبية اذا موجودة هون الجاذبية بتكون انا بالجرافتي الجاذبية فبتلاقي الخواص الموجودة هون انت بتعدل عليها هذا الاشي بيخليك تغير في تأثير على الكابسولة تبعيتك طيب في عندنا اشي تاني هو الارو الارو ما له اي خصائص اللي هو قولنا عنه تجاه النظر وعنده المش المش هي الشكل الشخصية انت بتحط صورة اللي بنسميها هون مش بتغير جوه الكابسولة او فوقيها او بالحركة من غير مكانها الان لو قرأنا احنا قشرنا على المش وقرأنا انه انه تورث لغة سي بلس بلس لاحظ مكتوب صورس انهارتت سي بلس بلس الان احنا بنحط صورة هون والكمبيوتر بيحولها بيستخدمها على الاساس انها لغة سي بلس بلس طيب خلينا نحط في المش static مش نختار arms نشوف مش underscore arms خلينا نضيف هاي الايادي ضفنا الايادي من الواضح انه انا عندي مشكلة في الايادي انه اه المتيريال مفصولة المتيريال فيها مشكلة فاي فرصة راح نتعلم اش جديد الان مش مشكلة احنا بنحلها الان اذا ضلعت عندك الايادي سليمة فالاش ممتاز انا عندي مشكلة بالمتيريال لما نسخت الملفات شيكلو صار عندي مشكلة بالنسخ الملفات ما تزبطت المهم انت عندك ممكن تكون مزبوطة خلينا الان نسوي كومبيل كلمة كومبيل اللي هي تحويل الاشياء اللي صممناها من لغة اللي نفهمها احنا كبشر لغة يفهمها الكمبيوتر نضغط كومبيل الان تم تخزين البيانات هاي كلها تبلغة الكمبيوتر طب بس خلينا نشرح الشاشة شوي اللي قدامنا عدنا هون اللي هي الماتيريال او الاشياء اللي جوا البرنامج تبعنا او الملف البلو برينت اللي هي الكابسولة وعندنا السهم الازرق وعندنا المش الايادي عدنا هون كمان الايفنس الايفنس هاي بتنضاف جوا الايفنت غراف الايفنت غراف هاد اللي هي وعندك اول واحد ايفنت بيجين بلاي اول ما تبدأ اللعبة انت بتضيف اوامر الامر اول ما تلغط زر بلاي اول اللعب يضغط بلاي جوا اللعبة فيه اشياء راح يتم تنفيذها على ضغطة زر بلاي وفيه ايش يوم بيجين اوفرلاب اوفرلاب يعني عند تصادم الكابسولة مع المجسم اذا كان عدو ممكن يخسرك روح اذا كان مواد للعلاج بتعبيلك الروح فيه لها كثير اشياء اممكن تستخدمها الايفنت تك تك يعني احنا هسه في الشاشة تبعيتنا حكينا فيه عندنا فرين بير ساكند الشاشة كم شاشة بتنعرض بالثانية فاذا كان عدنا ستين شاشة بتنعرض بالثانية فهو ايفنت تك كل تكة كل اه ثانية هذا الاشي بتكرر ستين مرة فهذا بتكرر حسب التكات اللي بتصير بالشاشة هون بنشرحها بعدين دعنا نرجع على الفيو بورت الفيو بورت اللي هو شاشة عرض الشخصية الآن اضفنا الايادي وعرفنا اتجاه السهم خلينا نيجي هون ونضيف الكاركتر على العالم تبعنا تمام زي هيك خلينا نلف الشخصية تبعيتنا ضغط اي لاحظ انه بتطلعه بهذا الاتجاه على انه يطلع بهذا الاتجاه فخلينا نلف بهذا الشكل 90 درجة ممتاز الآن حطينا جوا العالم للايادي الآن في كمان ملاحظة مهمة اذا انت ضغط على الايادي بتجيك انت هون الديتيلز اذا كان عندك هون انت الورد موندوز وورد ستنك اذا كنت تفتح الورد ستنك بس تكبس على الايادي اضغط على الديتيلز رح تلاقي التفاصيل موجودة طيب انا الآن بدي اعدل على الايادي اللي عندي الايادي فيها المشكلة ما فيش لون يعني مش مبين انه في شكل فانا بضغط باجي على الستاتيك مش انا بعد ما اخترت المش ارمس بضغط على العدسة بدي احدد موقع ملف الايادي خلينا اضغط على الصندوق مع العدسة فتح لي الملف هذا هو تمام اضغط عليه هذه هي الايادي اللي عندي تمام خلينا نضيف عليها انا مستغرب من وجود السلاح يعني نفترض ما فيه سلاح خلينا الآن نضيف كيف نغير المتيرة المتيرة هاي هاي المتيرة فيها مشكلة هاي فطر بتكون شغالة دعني نغير نختار الليت بدل من ايدي تكون صمرة تكون بيضة خلينا نختار ثاني هاي هاي فرصة نتعلم احنا كيف نعدل على المش على المش تمام محادث هنشوف هاي طيب خلينا نشوف واحد ثاني او خلينا نختار نغير هاي نختار شغلة ثانية بتكون شغلة أرتب نعمل نعمل بربياني شيردرز مش منطقي خلينا نشوف هاي هاي كانت أصلا موجودة مكلاس كمان ما بنفع نختار شغلة نشوف المزيرز اللي عندنا انجيكشن تيوب اوكي نوعا ما بس خلينا نشوف شغلة ثانية ارتب خلينا نحملها يلا اوكي هاي بادي بلاك هاي كويسة تمام باقي اخر اشي لقلافز خلينا نغير لقلافز نحطها هاي الان احنا سوينا ايدي بمش بماتيريال جديدة تمام نضغط احنا سيف ضرورة تضغط سيف بترجح هون بتلاقي الايدي زبطت تيجي هون بتلاقي الايدي كلها زبطت هيك انحلت المشكلة وصبتنا الماتيريال اذا انت كان عندك نفس المشكلة اللي صارت عندي فانت تتبع نفس الخطوات اللي اللي عملتها اذا ما عندك اي مشكلة وحبت تغير بتغير ما حبتش تغير تخلي نفس المواد تخلي نفس المواد طبعا واضح انه الايدي هاي فيها على المادة بلاستيكية بتنعكس مع الضو فشكروه احنا هنمشي هنتن هيتصير في لمعة ممكن نعدل بعدين الايدي تم خليني اشراك في فيديو اللي بعده خلصنا هذا الفيديو موسيقى